المشاكل الزوجية المشاكل الزوجية ممكن تكون كثير بظل خاصة الظروف اللي بتكون ضغطة كمانا سلوك الشركين أكيد بيأثر على العلاقة ويأثر على العائلة كل شخص جاي من خلفية مختلفة وبدون يكونوا عم يعملوا يعني يونت جديدة أو خلية جديدة تكون هي عندها شخصية خاصة هل هالشي واضح بالنسبة للأشخاص اللي عم يتزوجوا ويعرفوا أنه كل واحد مختلف عن الثاني وهن واحد صحيح ولكنهم كمان عندهم شخصيات مختلفة الخوري جورج نخول دكتور بيشوقون الزوج والعائلة موجودة معنا ومنحكي اليوم عن تبسيط المشاكل بالعلاقة الزوجية وهل ممكن بس يكون فيها الأدى مشاكل كبيرة تتبسط مجرور مجرور الله معكم مرسي على الاستضافة يعني يمكن من أصبع أصعب الأشياء أنه الواحد يفوت بين شركين اتفقوا وبعدين لما صاروا تحت سقف واحد لقوا أنه صعب الحياة بالعائلة من نهاينا صحيح يعني عادة بالبروغرامات دايماً منحكي عن قوة إذا بدي أقول المشاكل بيش تبسيط المشاكل الزوجية اليوم قلبنا الموضوع حتى نقول إنه لا في خير في إيجابية إذا نحنا بدنا حقيقة نحقق المصالحة الزوجية يلي بدي أقوله اليوم بهالحلقة إنه شو بوجهنا نحنا من بعض الزواجنا شو الإشي اللي بتوجهنا من بعض العلاقة بعد ما تكللنا بعد ما تزوجنا يلي بوجهنا أول شي هو العلاقة بين بعضنا البعض كشاركين خلينا نقوله بكل وضوح وبعدين هالعيش المشترك بين بعضنا البعض هالتفاعل هالسلوك يلي عم نختبره أكتر بين بعضنا البعض هل إذا بدي أقول هالحياة العاطفية والجنسية حياة الأبوة والأمومة وتربية الأولاد هؤدي المراحل كلهم سوا يلي بدنا نعيشهم ما بعد الحياة الزوجية يلي بعد ما نفهم شو الكونسابت لكينا المفهوم للارتباط وللحياة الزوجية هالنقاط 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 وبدأي أقول شغلي كمان كتير أساسية أنه ما في حياة هادئة 100% وما في كمان نفكر أنه كمان في نهائية للحب بنفس الوقت يعني بدنا نعرف كيف بدنا نتأقلم بهالحياة الزوجية ما بين أنه نتفاعل مع نعمة الحب يلي الله عطانا إياها نتفاعل مع بعضنا البعض والتفاعل السلوك بين بعضنا لبعض الإنساني أكيد بيولد بعض التفاعلات بعض الأشياء بتصير بقلب علاقتنا الزوجية إلى آخره ولكن كيف نحنا نعرف نوجهها وكيف نعرف نبسطها هذه أهمية هذا الموضوع يلي نحنا عم نتناوله نحنا اليوم بدنا نفوت ممكن يكون في مشاكل أو بالأحرى فروقات صحيح يعني شي طبيعي الفروقات شي طبيعي كأنه كمان الشركين بيفوتوا على علاقة علاقة حب وكأنهم هن واحد وواحد بدوا يكون عم يضب بالتاني وهذا شيء صحيح قد ما استمر ما بيكمل مزبوط أنا اللي بدي أقوله هون أنه نحنا عند بوجهتنا المشاكل كيف منبسطها وكيف نتغلب يعني عليها يعني شو بدنا نشتغل عا شو بدنا لأنه اللي اللي عم يسمعونا نحنا اليوم بهالبرنامج اليوم حتى يأخذوا شوية هايك أفكار صغيرة نقدر نفيدهم فيها أول من بس هي المشاكل هي بسيطة ونحنا عم نكبرها ولا هي عم نحكي عن مشاكل جوهرية وكبيرة وبدنا نبسطها يعني كمان ايه في اتنين سوا في عنا المشاكل الأيام بتكون تقيلة وكبيرة وبدنا نشتغل على تبسيطة حتى نقدر نرويق الأجواء ونقدر نوفق مباني الشركين وفي أيام كثيرة نحنا منضخم الأشياء ومنعملها مضخمة ونجي بتدخلنا من قلهم لا الأمور هالقدة بسيطة وقدرين أنه نحلها وقدرين أنه نشتغل على الموضوع بس حسب ما بيكون الشخص كيف هو قاري الموضوع كيف هو شايف الموضوع أيام كتير نحنا منشوف أنه المشاكل هي هالقدة بسيطة بس أيام تضخيم الأمور وتعظيم الأشياء وزيادة الأمور على المشكلة هو اللي عم بيسبب أكتر مشكلة أكبر وهو اللي عم بيخلي هالمشكلة النوت تزيد وإيام كمانا تراكم الأشياء كمانا لو كانت بسيطة تراكمها مع الوقت بتزيدها كأنه بتجعلها أنه مشكلة صارت أساسية وبدأ حل ولو ممكن أنه نقدر نزيح عنها مشان هكي من هون كتير مهم أنه نسأل بعضنا البعض أنا قبل ما نفوث بتحديد المشاكل أو إلى آخرين نسأل بعضنا البعض هل نحن بدنا بعضنا البعض بالرغم من أنه المشكلة اللي موجودة هل منريد بعضنا البعض هل منريد استمرارية هالعلاقة هؤلاء الأسئلة لازم نسألهم لبعضنا البعض من هون نحن منشوف إذا حقيقة في نية أنه هالشركين بريدوا بعضهم البعض ولكن مش عم يعرفوا هن كيف بدون يحلوا مشكلتهم الزوجية هيدا النوع من الأشياء قادرين أنه نحلوا حقيقة لأنه لا لأنه بس يقولوا نحن بدنا بعضنا البعض يعني إرادة الحب أقوى من كل شيء ونحن منتكل على هيدا النقطة منقدر نشتغل عليها لو كانت في بعض المشاكل بس أد ما كان في حب إذا ما كان في شغل على هالعلاقة إذا ما كان في إرادة أنه يكون في هالعلاقة صحيح عم ينشغل عليها لأنه الأشخاص بيبطلوا بوقت من الأوقات يمكن يشوفوا ببعضهم يلي كانوا شايفينه قبل مظبوط صحيح اللي عم تقول مفرق إذا بدنا عليه أولا لا إيه ما هذه أهمية هذا السؤال يلي طرحته بالأول هل حقيقة نحن بدنا بعضنا البعض بدنا نشتغل على علاقتنا وحبين أنه نشتغل على هذا الموضوع نحن من هون منقدر ساعتها منحدد طبيعة المشكلة سلوك الإنسان يلي عم بيوصل لها المشكلة الزوجية ومنجرب نحدد المشكلة حقيقتها من شخصها ونعطيهم التشخيص الصحيح المظبوط يلي هنه أيام كتير منهم عارفينه ومنهم نوعيين أنه هاي دي مشكلة بحد ذاتها ونفكرين أنه هاي دي عادة والأمور عادة وبس يقعدوا مع بعضهم البعض يسمعوا ليصغوا لبعضهم البعض لكل واحد كيف عم بيحلل طبيعة هالمشكلة هاي دي ونحن بتدخلنا كيف نحن عم نوجههم لحتى يقدروا يوصلوا يحددوا مشكلتهم الزوجية هون ساعتها منكون عم نبسط الموضوع وعم نشتغل على الموضوع حتى أنه ينحل حقيقة هالموضوع أو هالمشكلة الزوجية مشين هيكي أنا اللي بحب أنه أقوله بقدر ما بيتحلوا الشاركين بالإرادة بنعمة الإرادة والتصميم معنا على حل المشكلة ما يقولوا أنه ما رح يطلع من أمرك شيء وما يقولوا ما رح يطلع من أمرك شيء ما يحطوا هاي دي الخلفية أيام بيجوا لعنا بها الخلفية على الكنيسة أو على الرعية وخلاص وأبونا خلص الموضوع هنا ما تعزب حقلك كتير من سمعها هاي دي النقطة يمكن يكون معن حق إذا كانت حقيقة إلى زمان وفي تراكمات وتقيل المشكلة أشخاص 20-30 سنة مزواجين وما تغير شيء يمكن برجع بقول أنه يمكن حقني أسو يمكن بس يمكن ما طلب المساعدة أو الطلب المساعدة أساسي صحيح ما مش نهايكي أنا اللي بدي أقوله أنه بدي يكون فيه قبول بين قول وقبول الحقيقة اتنين سوا أني أقول الحقيقة وأني أقبالها كمان من الشريك الآخر لها الحقيقة هاي دي بقدر ما حقيقة نوع على هالشي هاي دي بقدر ما نحنا منكون بلشنا حقيقة بالمسار الصحيح للمصالحة الزوجية وطالت نقطة اللي بحب أني أقولها الشفافية بالتعاطي ما نقعد نزيد الأشياء فوق أشياء غش وكذب ورياء وتمثيل وأحتيال وهوضي كلهم سوا ما نستعملون أبدا بس نكون على طولة وحدة وجيين حقيقة لأن حل مشكلتنا الزوجية لازم يكون فيها الشفافية هالشفافية كتير بتساعدنا حتى نبسط الأشياء بش نرجع نفتش على القطب المخفية والقطب المصطنعة إذا بدي أقول يلي أظهر أحد الشركين بعدين نكتشف الحقيقة مش حلوة هاي دي الشغلة وياً بتوجدنا كثير أبونا الأشخاص اللي عندهم أصلا مبادئ معينة بالحياة واضحة عندهم يعني نزاهة عندهم وقت نوصل على المشكلة الزوجية بيتغيروا أنه اللي عنده مبدأ بالحياة وعنده التزام كنسة ومسيحة أو لا أو عنده غير التزام يعني بالمبادئ الأساسية بالحياة بيجي وقت في مشكلة زوجية هو بيتغير وبيصير عم يستعمل أساليب ما بتناسب مبادئه أنا بدي أقول أو مبادئه بتكون غلط من البداية بيكون أكيد في إرادة منها إرادة صالحة حقيقية لسير بطريقة بطريقة الحياة الزوجية الطبيعية هذه بنشوفها كمان موجودة يعني هون ساعتها من الأساس هالزواج هو غير قابل للإصلاح يعني منكون عم نشتغل مع حالة زوجية غير قابل إلى الإصلاح بس نحنا عم نحكي هون إذا بدي أقول عن أزواج زوجوا حقيقة ومع الحياة الزوجية لقى أنه بلشت الفروقات تبين نعم وبلشت الإشياء تبين وبلشت تتصاعد شوية شوية هالمشاكل الزوجية اللي بدي أقوله أنه هون أنه قدام هالمشكلة الزوجية في عدة حلول نقدر نشتغل عليها يعني مثلا بس يجي مثلا يقلنا شخص أنا رح أعطي إجزامبل هلا لأنه أنا مني مبسوط بحياتي الزوجية تب نسأله ليش أنت مانك مبسوط من شو مانك مبسوط هل مانك مبسوط من أدائك من ذاتك هل التطلعات اللي أنت بنية بالنسبة للحياة الزوجية أنه ما تحققات هالرغبات اللي كانت عندك أول شي نشتغل نشوف الشخص هو شو حاطت إشياء خلفية براسه بالنسبة للحياة الزوجية بعدين نشوف طبيعة الحياة الزوجية كيف عم بتكون تعامل الشريك الآخر كيف عم بيكون التصرف كيف عم بيكون الأداء كيف عم بيكون التحمل المسؤوليات كيف عم تنعاش التبادل العاطفي والجسدي والجنسي بين بعضهم وبعض كيف كمان عم ينعاش هذي كلهم سوف نفوت فيهم بقلب طبيعة العلاقة الزوجية يعني مثلا بس يقلنا أنه أنا ماني مرتاح ماني مبسوط بالحياة الزوجية نسأله كيف بدنا نشتغل نحنا وياك على كيفية إدارة الإرهاق والطعب بقلب الحياة الزوجية كيف بدنا نشتغل أكتر على الاندماج أكتر بمشروع الحياة الزوجية هل أنا هي طاغية بقلب علاقتك الزوجية ولا بلشت تدخل بقلب هالمشروع المشترك بقلب الحياة الزوجية تالت مثلا إشياء إدارة المشاعر والأحاسيس فهم مشاعرنا وأحاسيسنا وطبيعة جسدنا وطبيعة علاقتنا ونفسيتنا وإلى آخر وكيف عم نتعامل مع بعضنا البعض بعدين مثلا قداش عم بقدر إرسم حدود السيطرة على الزيت بش العصبية هي عم تحكي فيها وبش النبرة العالية والصراخ والهيدا هي اللي عم يحكي وهو اللي بده يطغي بقلب علاقتك الزوجية مع الشريك الآخر بعدين مثلا شو اللي عم بيسبب لنا هالاكتئاب إذا كان فيه اكتئاب بقلب علاقتنا الزوجية هو دي كلهم سوا والحاجات أكيد العاطفية والتربوية للأولاد وشؤون العائلة كلهم سوا هوا منجرب قد ما فينا حقيقة نشتغل عليهم وندخل مع الأزواج بالصميم كل نقطة بنقطتها بقلب هالعلاقة حتى حقيقة نقدر نحدد تشخيص لهالعلاقة بكليتها ونقدر حقيقة نفيدهم بقلب علاقتهم أول نقطة أنه هالزواج هو مشروع فيه شغل مش أنه منعمل حفلة زواج ونتكلل وبعدين الحياة بتنشي لحالة لا مشان هيك نحن منقول أنه ما تتصور قد يجينا أشخاص بليز أبونا عفونا من الدورات العددية للزواج شوف لأي درجة طيب لا مش لأنه كتير واسق من حالنا نحن مش معقول هالثقة هالأدو المبالغة كمان بس كمان بهالثقة كتير والمبالغة بهذا الموضوع أنا برافو يعني فيتين على مرحلة جديدة ما بنعرف عنه طبعا وبدأ تحضير حقيقة جدة ومش بس أنه تعرفنا والتقائنا وخلصنا هون وخلص المشروع هون ونحن صلنا نعرف بعضنا البعض وما بدنا حدا ما بدنا حدا أبدا هيدا بس بدنا أنه تكللولنا وخلاص هيدا هيدا مشكلة حقيقة عند الشباب والصبايا طلب المساعدة أو يعني الاستعداد للزواج أهيام بكتير من معدن بالخلافات نرجع نشوف مين بدوا يساعدنا مزبوط يعني أنا بقول شغلة كتير مهمة أنه نبلش باختيار الشخص المناسب بها العلاقة ونعرف حقيقة نحن شو بدنا بقلب هالعلاقة هيدا لو أن رايحين بقلب مشروع الزواج يختلف الزواج بين الصحبة والرفقة وبين الحياة الزوجية بش يعني مثل ما منسمع بقلب المجتمع ايه رحت أنت تزوجت راحت عليك يا معتر هيدا منسمعها كتير ليش بالعكس نحن حضرنا مزبوط لحتى نوصل لهالمرحلة من الحياة الزوجية حتى نفرح أنه نحن عم نقسس عائلة وبيت ونحن هذا المشروع يلي اخترنا بعضنا البعض بدنا نحقق أسوى مع بعضنا البعض نحن بعدين بعصر أبونا مش مثل من قبل يعني نحن اليوم بعصر لازم يكون في وضوح بالعلاقة والأشخاص بدون يحقق أزيتهم أو لازم كل شخص يكون فهمين الشخص الثاني يعني شيء أمر صار ضروري فنقدم على الزواج وبيكون في مئة سؤال ما نسأل ومئة موضوع ما نحكى فيه ما بقى مسموح بهذا الوقت نحن منعطيهم صدقيني مدام كاتيا منعطيهم أكتر من عشرين سؤال بقلب الدورة الأعدادية للزواج بس نشوف كيف الخطيب جاوب والخطيبة خطيبته جاوبت بتلاقي فيه فرق كتير كبير وإيام لا ما بتلاقي هذا الفرق هلقد كتير كبير بس حتى هن بس يتطلعوا ببعضهم يا عن جاد انت هكك انت عم بتفكر يا عن جاد انت هكك انت عم بتقولي أو عم بتفكري بهذه النقطة أنا ما اجيت على بالي هايدي الشغلة طيب هيدا شو يعني هيدا أكبر اكزرسيس بنعمله حقيقة أنه نحن بحاجة نرجع نكتشف بعضنا البعض وعملية الاكتشاف لا تنتهي ما نقول أنه خلاص أنا صرت أعرفك وحافظك مية بالمية عملية الاكتشاف بقلبها العلاقة الزوجية بتاخد وقت وكم بالحري إذا نحن صرنا تحت سقف واحد بعلاقة وحدة مسئولية وحدة عم نحضر لإنجاب الأولاد عم نحضر لننبي ولادنا ها دي كلهم مراحل جديدة واليوم كمان تقسيم المسئوليات بقلب البيت اختلف عن قبل يعني حتى مش من زمان من عشرين أو من ثلاثين سنة كنا عنا تفكير معين ومن أربعين سنة كنا عنا تفكير معين واليوم في تفكير آخر في حاجات أخرى مختلفة في ظروف اقتصادية صعبة وتأتت وتتغير الجو بقلب العائلة الديناميكية مغيرة صارت بقلب العائلة يعني الرجل والمرأة بدون يستوعبوا أن المسئوليات صارت بدأت تكون موزعة على الجميع وقالها مرمش الحافظ صح مش نهيك في موضوع نحن بنعطيه بقلب الدورة الاعدادية للزواج الإدارة الرشيدة للبيت والعائلة فيه إدارة في منجمنت بدأ يكون كمان موجود والمنجمنت مش يعني اقتصادي مش يعني اقتصادي حياتي يومي حياتي ويومي بين الشركين وإذا ما توصلنا له حقيقة هذه بتكون مشكلة بحد ذاتها هون بتبلش المشكلة من وين لش بتبلش المشكلة هذه أكبر مشكلة اليوم إذا كل واحد شايف إدارة البيت على طريقته وعلى مزاجه هذه أكبر مشكلة كمانا فمن هون بنعطيهم هذا الموضوع حتى يعرفوا كيف تكون عدتا نكون هالإرادة هالإدارة الرشيدة للعائلة ولو زواجنا ولعلاقاتنا الزوجية أبونا حسب خبرتك يعني ممكن أنه يرجعوا بعد سنوات من المشاكل وسوق التفاهم إذا فينا نقول أو السلوكيات يلي بتكون وعوادين عليها يرجعوا يغيروا طبعا ممكن وعطول منشوف كوبلات كتير نحنا من قبلون وبيقولولنا حقيقة نحنا كنا شي وهلأ صرنا شي وتعلمنا أشياء كتير وشوي لو كانت أحساب يمكن علاقتنا شوي صغيرة بس بس نزلنا وتوضعنا وعرفنا وضحاينا حقيقة عرفنا أنه قدرين حقيقة أنه نوصل لأواصم مشتركة وهيدي أنا بدأيقول شغلة صغيرة أنه الكنيسة كتير بتشدد على المجالسة والغفران والمسامح بين الشركين وهيدي نقطة كتير مهمة وقت يكون عندها الروح التواضع أني أنا أغفر من كل قلبي وشريك الآخر يغفر لي ويسمحني حقيقة وقت يمكن أخطاءها فوات صغيرة بس شوف هايدي التصرف أدا في نوبل أدا في أخلاق أدا في سمو أدا في حرص على الشريك أدا في حرص على الشريك وأدا في حرص إيماني وروحي على تطبيق وصايا رب بحياتنا بس تكون هايدي الأبعاد موجودة صدقيني ما في شي بيستعصع على مشاكلنا الزوجية بين بعضنا البعض أخري جورج ناخول دكتور بشؤون الزواج والعائلة شكرا لإيلاك وأهلا وسهلا فيك وقف هلأ ونرجع من تابع MTVLive خليكم معنا